دلوقتي هنروح لزميلنا محمود جميل مراسل التلفزيون المصري من منطقة الألعاب الرياضية بمدينة العالمين الجديدة عشان يقول لنا أبرز الفعاليات الرياضية الموجودة في المهرجان وأبرز نجوم الرياضة اللي بيشاركوا كمان في الفعاليات بساء الخير عليك يا محمود بساء الخير عليك يا بسانت ومس طبعا على كل سادة المشاهدين الحقيقة من التنوع الكبير اللي موجود في مهرجان العالمين الجديدة فبالتالي فيه أماكن كتيرة جدا لاستقبال كل الفعاليات دي فاحنا موجودين في أحد المناطق اللي موجود فيها الألعاب الرياضية ساحة كبيرة جدا فيها كل التجهيزات والاستعدادات الحقيقة احنا كنا متابعين من أول يوم لانطلاق مهرجان العالمين الجديدة الاستعدادات اللي بتتم هنا في ساحة الألعاب الرياضية احنا موجودين في ملعب كرة القدم لكن احنا فيه عندنا تاني ملعب البادل وعندنا ملعب التنس وعندنا ملعب اخرى طبعا لاستضافة كل الفعاليات الرياضية مبارح كان فيه كرة الطائرة الشاطئية وكمان فيه موجود بجوار المنطقة دي الكيتز ايريا لطبعا مهرجان الاطفال اللي هيكون موجود لكن خلينا اقولكوا احنا دلوقتي فيه الفعالية اللي موجودة بالنسبة لكرة القدم ودي اول فعالية تنطلق من فعاليات كرة القدم احنا طبعا الملعب اولا اللي احنا موجودين عليه جهزته احدى الشركات المصرية اللي طبعا بالشراكة والتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية والحقيقة واحنا بنتكلم مع المنظمين كلمونا عن كمية الاستعدادات والتجهيزات سواء للنجيلة سواء للإضاءة سواء لطبعا التجهيزات الخاصة بالملعب بشكل عام وكمان المميز في الموضوع والرسالة القوية ان النجيلة دي نجيلة مصرية من مصنع مصري تابع للشركة المصرية اللي صممت طبعا هذا الملعب في مدينة العالمين الجديدة احنا دلوقتي موجود معنا كابتن محمود عبد الحكيم نجم بوترجيت في تحدي النهاردة نوعين من التحدي النوع الاول وهو اقطع الكرة من كابتن محمود كان معتمد على اللي يقدر يقطع الكرة من كابتن محمود عبد الحكيم فطبعا بيكون فيه نقاط لكل المشاركين اللي هيقدر ان هو يقطع الكرة بشكل اكبر هيكون لي طبعا جوائز وفيه احد طبعا المشاركين هو اللي فاز بالجائزة البالية طبعا بعد نجاحه فيه السكور اللي حققه فيه قطع الكرة من كابتن محمود بعد ما خلص التحدي ده إحنا في تحدي آخر وهو أسرع لعيم في دلوقتي التحدي اللي شغال تقريبا هو يعني تقريبا أنا شايف الاستعدادات وخليني يعني ننقل الصورة مباشرة على هذه الاستعدادات التحدي اللي موجود دلوقتي واللي هيحصل أهو دلوقتي بالانطلاق من أحد المشاركين ده أسرع لعيم بيتم قياس السرعة هو وصل في قد إيه وخلينا أقول لكم أن فيه يعني أجهزة إلكترونية حديثة لقياس السرعة للمشاركين فبالتالي طبعا اللي هيحقق برضو نقاط عالية في موضوع السكور العالي في تحدي السرعة هيفوز طبعا بالجوائز المخصصة لهذه اللعبة خلينا أقول لكم كمان أن الكرة القدم هيكون فيها فعاليات بمشاركة أبطال ولعيبة مصريين قدامة النادي الأهلي والزمالك ودي مباراة مهمة جدا هتكون موجودة خلال الأيام القادمة لنبذ العنف والتعصب بمشاركة قدامة كرة القدم ما بين فريق الأهلي والزمالك خلينا أقول لكم أن الأجواء هنا كمان مع حالة الطقس الجميلة احنا منطقة الألعاب وملعب كرة القدم موجود ما بين شاطئ مدينة العالمين الجميل والأبراج طبعا من الخلفي اللي بتتزاين بها مدينة العالمين الجديدة من الحاجات الجميلة كمان اللي لمستها النهاردة في ملعب كرة القدم أني لقيت في أسر موجودة وأطفال ولما تكلمت معاهم هو يعني بيقضوا أجازتهم طبعا في الساحل وفي مدينة العالمين الجديدة فبالتالي هم شافوا ستوري طبعا للشركة المنظمة عن الفعالية اللي موجودة فحبوا أنه هم ييجوا ويشاركوا علشان طبعا الأطفال بيحبوا كرة القدم والأطفال أصلا اللعيبة وحتى أنا كنت بتفرج عليهم ما شاء الله عليهم يعني بيرقصوا حلوة قوي وبيلعبوا حلوة قوي في الملعب فالحقيقة أنا حتى كنت شايفهم هم قاعدين هم وأسرهم ومتحمسين جدا أنه هم يشاركوا في مهرجان العالمين الجديدة ومبسوطين بالفعاليات اللي موجودة وبيقضوا طبعا الصبح أجازتهم على الشاطئ بالليل بقى بيشاركوا في الفعاليات الرياضية علشان هم مهتمين بالفعاليات الرياضية وكمان متحمسين أكتر لمهرجان نبتة اللي هيكون موجود خلال الفترة القادمة وطبعا نوع من أنواع المهرجانات لأول مرة يكون موجود في فعاليات مهرجان العالمين الجديدة فبالتالي هيقدم كل الأنشطة الخاصة بالأطفال والخاصة طبعا بالأسر خلينا أقولكم أنه كمان مبارح كان عندنا كرة الطائرة الشاطئية ودي من أمتع الرياضات اللي بتكون موجودة لأنها طبعا بتتلعب على الشاطئ وعلى الرملة فبالتالي مبارح الشباب كانوا مبسوطين وكانوا متحمسين جدا كمان للفعاليات الرياضية اللي هتكون موجودة وأكدوا كمان على أنهم هيحضروا الفعاليات القادمة الرياضية الخاصة بمهرجان العالمين الجديدة اللي بيحب كرة القدم هيكون موجود اللي بيحب البدل هيكون موجود اللي بيحب الفوليبول هيكون موجود فبالتالي دي ميزة كمان ركزت عليها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التنوع داخل الفعاليات نفسها يعني حتى التنوع داخل الفعاليات الرياضية كل عاشق لرياضة معينة من الرياضات فهي موجودة وكمان بالنسبة للفعاليات الفنية حتى في المطربين اللي هيكونوا موجودين يبينسبوا كل الأزواء المختلفة للشباب والأجيال المختلفة زي ما تبعنا حفل الكنج محمد مونير امبارح وطبعا محبي اللي كانوا موجودين خلينا أقول لكم إن إحنا تقريبا النهاردة من بداية اليوم وإحنا عمدنا عدد كبير من الفعاليات كنا موجودين في أحد الفعاليات أيضا الخاصة بالحيوانات الأليفة ودي كانت فعالية إحنا نفسنا يعني مبهرنا بكمية الترفيه والحاجات الجميلة اللي بتتعامل للكلاب اللي موجودة أي حد معاه حيوانات أليفة وخاصة الكلاب وحابب إنه هو ييجي قضي أجستو في مدينة العالمين الجديدة ويشارك في مهرجان العالمين هيجيب طبعا الحيوان الخاص به أو الكلب هيكون موجود في إحدى الشركات طبعا المشاركة في مهرجان العالمين الجديدة هتقدم له كل الجوانب الترفيهية اللي موجودة وبيهتموا بيهم وكمان النهاردة كنا شفنا يعني الفاشن شول للكلاب اللي موجودة وكانت يعني لقطة جميلة فيما يتعلق بالاهتمام بيهم طبعا وأنه هما يكون لهم مساحة مخصصة في مهرجان العالمين الجديدة فبالتالي الأسرة اللي هتيجي هنا في مدينة العالمين هتلاقي تمتع بكل الفعاليات المختلفة كأطفال هيلقوا مهرجان نبتة وكأسرة كمان هيلقوا الفعاليات الفنية اللي موجودة وبالمناسبة كمان الفعاليات الثقافية ومهرجان الثقافة وهو نوع من أنواع المهرجانات اللي موجود داخل مهرجان العالمين وزارة الثقافة النهاردة أعلنت أنه من بكرة هيكون انطلاق الفعاليات الثقافية في مهرجان العالمين الجديدة حقيقة محمود يعني الجميل الاختلاف الكبير وقصة على الممشى السياح اللي بنشوفه ما بين كل فعالية والتانية وزي ما أنت كنت لسه بتتكلم دلوقتي الفعاليات الرياضية فيها فعاليات مختلفة كتير جدا ما بين البينتبال، الفاليبال، البادل كل الحاجات الجميلة دي وأكيد المباراة اللي احنا منتظرينها أساطير الكرة المصرية هيجتمعوا ما بين النادي الأهلي والزمالك عشان يقدموا رسالة مهمة جدا وهي نبذ العنف بنشكرك زميلنا محمود جميل من العالمين